السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم جديد مع موضوع مهم جدا وشيق كتير اليوم رح نحكي عن المغنيزيوم رح نحكي عن أعراض نقص المغنيزيوم رح تشوفوا تتفاجأوا أنه معلومات فعلا غريبة جدا غير متوقعة أنه هذا الشخص فعلا بعاني من نقص المغنيزيوم خلينا نعرف تعريف سريع عن المغنيزيوم المغنيزيوم يعد من أهم المعادن يلي بتكون متواجدة بوفرة بجسم الإنسان يعني بشكل عام ما قليلا نشوف بعض الأشخاص بتعاني من نقص بالمغنيزيوم بس لما نشوف الأعراض اللي رح نحكي عنها معناها أنه الشخص معاني من نقص حاد جدا بالمغنيزيوم يعد المغنيزيوم كعامل مرافق لأكثر من 300 أنزيم مسؤولين عن تنظيم التفاعلات الحيوية بجسم الإنسان شو يعني التفاعلات الحيوية؟ يعني تصنيع البروتين وظائف العضلات وظائف الأعصاب التحكم بسكر الدم ضبط ضغط الدم أيضاً له دور أساسي بتقلص العضلات والأوعية الدموية وظائف الأعصاب وبساعد على المحافظة على صحة ضربات الألب كمان المغنيزيوم المغنيزيوم له دور أساسي بصحة المرأة لأنه لما بتعاني المرأة من نقص حاد بالمغنيزيوم يعني هيك رح يزيد خطر إصابة بها شاشة العظام خاصة بالفترة اللي بعد انقطاع الدورة الشهرية لأنه تحديداً بهي الفترة بيلعب دور كتير أساسي باضطراب الهرمونات يلي بتساعد على تنظيم الكاليسيوم وتوزيعه بالجسم فنقصه الحاد بالمغنيزيوم عم يسبب اضطرابات هرمونية للكاليسيوم بالتالي عم يؤدي للإصابة بها شاشة العظام أيضاً بيأثر على المرأة لما بتكون حامل لأنه نقص المغنيزيوم عند المرأة الحامل رح يسبب حدوث حالة ما قبل تسمم الحمل وضعف نمو الجنين أيضاً بالتالي عم نشوف زيادة لمعدل وفيات الأطفال الرضع أما على المدى الطويل فمنشوف أنه نقص المغنيزيوم عم يأثر على العظام مثل ما قبل شوي أيضاً عم يؤدي للشعور بالصداع والعصبية أيضاً عم يضر بالقلب عم يأثر على أداء عمل القلب وتقليل من المستويات المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والكاليسيوم يعني نشوف قديش إلو دور كتير مهم اللي لنسمع عن دور المغنيزيوم بآلية عمل الهرمونات وكيف عم يكون إلو دور أساسي جداً بجسم الإنسان أما عن أكثر الأسباب أو الأعراض اللي عم ينشوفها للناس اللي عم تعاني من نقص المغنيزيوم عم نشوف أنه عم يعانوا من أمراض نفسية مثل لا مبالاة لا مبالاة يعني فينا نسميه أنه خدر في المشاعر بيكون الإنسان لا مبالي بأي شي ما بيهمه أي شي يعني شو ما صار حوله لا مبالي يعني ممكن أنه يكون هذا المؤشر هو مؤشر لنقص المغنيزيوم بجسمه أيضاً اللي بعاني من الاكتئاب يعني النقص الحاد بالمغنيزيوم أيضاً عم يسبب اكتئاب عم يسبب أراق يعني شوفوا كيف إلو دور أساسي بهاي الأمراض النفسية يلي أغلبنا من شوفه أنه عم تكون من روتين حياته أنه عم يعاني من أراق أو اكتئاب أو أحياناً شعوره باللا مبالاة وهذا مؤشر أنه في نقص للمغنيزيوم يعني رسائل عم تكون نفسية عم تقول أنه الجساد عم يعاني أنه في نقص عنده هو نقص المغنيزيوم كمان منشوف من أعراض نقص المغنيزيوم هو تشنج العضلات هلأ بشكل عام تشنج العضلات له أسباب منه يكون أنه زيادة نسبة الكافيين بالجسم ممكن يكون التوتر ممكن يكون تناول أدوية معينة وممكن يكون نقص المغنيزيوم اللي هو موضوعنا اللي عم نحكي عنه فنرجع منقول أنه تشنج العضلات يعني فيه له فروع ممكن يكون هذا السبب وممكن يكون أنه بس نقص مغنيزيوم يعني شي عارض بس فقط أنه عم نعاني من نقص حاد في المغنيزيوم كما من أعراض نقص المغنيزيوم هشاشة العظام طبعا منشوف هشاشة العظام هي فترة أنه بتكون أساسية عم عم نشوفها أنه بمرحلة متقدمة من العمر يعني ما منشوفها عن الصغار أو بمرحلة الثلاثينات أو هيك لا عم تكون بمراحل متأخرة متقدمة بالسن فهون بيلعب نقص المغنيزيوم بسرع من هشاشة العظام وسبقوا إلنا عن دور فيتامين دال يعني هشاشة العظام عم تظهر عنها على بكير عم يكون السبب نقص المغنيزيوم أو نقص المستويات فيتامين دال أو بيكون أنه عدم ممارسة التمارين الرياضية يعني كمان هي بتلعب دور بهشاشة العظام فنحنا لحتى نحمي حالنا كوقاية من هشاشة العظام لازم نكون محافظين على هاي المستويات تكون مستويات صحيحة بجسمنا بالنسبة لفيتامين دال وبالنسبة للمغنيزيوم وكمان أنه مثل ما حكينا ممارسة أي نوع من أنواع التمارين الرياضية يلي بتناسبنا أيضا من أعراض نقص المغنيزيوم عم نشوف أنه تأثيره المباشر على ضغط الدم نقص المغنيزيوم عم يؤدي لارتفاع بضغط الدم وارتفاع ضغط الدم يعني زيادة فرصة الإصابة بأمراض القلب فهون نركز أنه المغنيزيوم لازم يكون أنه له حصة يومية لكل المرضى يلي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم لأنه حسب الدراسات قالت أنه تناول مكملة المغنيزيوم عم يساعد على خفض مستويات ضغط الدم وخاصة عند استخدامه بشكل منتظم يومي أيضا عم نشوف أنه من أعراض نقص المغنيزيوم الإصابة بالربو وإذا بنعمل فحص لكل المصابين بالربو منشوف أنه في عندهم نقص بمستويات المغنيزيوم بتكون عندهم إجمالة منخفضة والسبب عم يكون أنه نقص المغنيزيوم عم يتسبب بتراكم الكاليسيوم على العضلات الممتدة على بطانة المجاري التنفسية وعلى الرئتين يعني بالتالي عم يسبب لها انقباض لهي المجاري وبالتالي عم يصير صعوبة بالتنفس أيضا من أعراض نقص المغنيزيوم هو إصابة المريض بحالة عدم انتظام ضربات القلب وتعتبر هاي الحالة هي الأكثر شيوعا بأكثر خطرا على جسم الإنسان لأنه بتأدي لحدوث الدوخة أو الدوار أحيانا انقطاع بالنفس أحيانا إغماء أحيانا منحس أنه فيه ألم بالصدر كل هذا الشي ناتج عن عدم انتظام ضربات القلب يلي عم يكون سببها نقص المغنيزيوم الحاد بالجسم وأحيانا عم نشوف أنه عدم انتظام ضربات القلب عم تسبب حدوث النوبة القلبية أما إذا كان السؤال هلأ شو هي الأطعمة يلي بتكون غنية بالمغنيزيوم بحيث أنه إذا أخذنا منها حصة يومية ممكن تكون كفيلة أنه تعطي الجسم احتياجاته هلأ أهم المصادر الغذائية عم تكون بذور اليقطين باللوز بالفستو بذور الكتان وبذور الشيا بالكاجو بالبندو بالشوفان بأغلب الحبوب الكاملة أيضا عم نشوفها بالخضار الورقية داكينة اللون يعني مثل ما عم نشوف لازم نهتم بالمغنيزيوم سواء أنه أخذها من المصادر الغذائية اللي حكينا عنها أو سواء حبينا ناخده بمكملات دوائية حسب وصفة طبية يعني لازم أنه نهتم بهذا العنصر المعدن المهم جدا مثل ما شفنا له دور أساسي مهم جدا سواء للرجال وللنساء بس عم نشوف أنه فيه له أدوار إضافية عم تكون بجسم المرأة ومثل ما حكيت أنه له دور أيضا بآلية عمل تكون الجنين فعم نحكي أنه فوائده سواء رجل سواء امرأة سواء أثناء تشكل الجنين أيضا أثناء تخفيف تشنجات العضلات مثل ما حكينا في كتير نساء حوامل بتعاني من تشنج بعضلة الصاق بفترة الحمل فعم يكون السبب بهذا الشيء شدد هاي التشنجات عم تكون سببها إشارة لنقص حاد بالمغنيزيوم أيضا دوره في في تخفيف أعراض يلي بتكون سابقة للدورة الشهرية فمنشوف أنه الناس اللي بتعاني السيدات اللي بتعاني من آلام حادة جدا جدا قبل موعد الدورة الشهرية عم يكون وقتها أنه عم يكون السبب بشكل رئيسي إنه هو نقص المغنيزيوم لذلك أخيرا ما بتطول عليكم بس باختصار نقول إنه نهتم بتناول المغنيزيوم بالنسبة اللي بيحددها لنا طبيبنا أو ممكن استشارة الصيدلي لحتى نحافظ على جسمنا بصحة نفسية جيدة بتحسين الحالة المزاجية بتقليل احتباس السوائل ومثل ما حكينا لحمايتنا وحماية القلب حماية أيضا من ارتفاع ضغط الدم وعليكم العافية ترجمة نانسي قنقر